واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فهملته فانتبذت به مكانا قسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فللأكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جعت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني أبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحك الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأهزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشحد يوم عظيم أسمع بهم وأبسر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين